في ديسمبر 2023 استقبلت شام الزهبي بنت النجمة السورية أصالة طفلتها الأولى واللي اختارت تسميتها على اسم محمدها جيهان وفي الوقت اللي توقع البعض حرصه أسرة أصالة على إبعاد جيهان عن الأضواء فجأت شام الكل ونشرت أول صورة بتجمعها بمولودتها شام انجابت جيهان من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال واللي احتفلت بزفافها عليه في مارس 2022 بعد قصة حب قصيرة جمعتهم وفي يوليو 2023 أعلنت شام رسميا عن حمنا في مولودها الأول وأحمد يبا ابن واحد من أبرز رجال الأعمال في مصر وبيمتلك شركة ضخمة لأدوات التوظيف أول ظهور لحفيدة أصالة كان في صورة نشرتها شام تعمدت فيها أن تكون على طبيعتها تماما فاتخلت عن المكياج وازدارت فيها بطلة وردية بسيطة وازدلت شعرها بتسريحة عفوية واحتضرت مولودتها في لقطة كلها نعومة وحنان فانزق صالة ومتابعين شام وعدد كبير من المشاهير ادفعلوا مع الصورة بشكل كبير بتعليقات عبروا فيها عن إعجابهم بجمال الصورة ونعمتها وتمنوا لشام والمولودتها دوام استعادة واستحة هلال ما كانش الرجل المصري الأول في حياة شام اللي سبق ودخلت في علاقتين مع اثنين شباب مصريين الأول كان رجل الأعمال أحمد جوهر اللي عاشت معاه قصة حب طويلة من وهم في المدرسة حتى إنهم اتخطبوا رسميا قبل ما يتخرجوا من الجامعة بس تفجأة انفصلوا لمدة سنة ونص حب شام لجوهر وقتها رجحهم لبعض من تاني سنة 2014 واحتفلوا بازدفافهم في شرم الشيخ وسط كوكبة من ألمع لجوم ومشاهير الوطن العربي وفدلت شام تدعم زوجها في شغله بمجان المجوهرات بس تفجأة ما بيتش تنشر أي صورة تجمعهم وانتشرت إشاعات عن انفصلهم لحد ما أكدت الخبر في 2018 الدكتوري الجلدية والتجميل المصري معتزل وصير هو صاحب تاني عذاقة عاطفية معلنة في حياة شام عيشت معنات قصة حب قصيرة واحتفلت بخطبتها عليه في 2020 إلا أنها فصلت عنه بعد فترة قصيرة وما أعلنتش عن سبب خلفتهم والمفرقة إن الزوجها الحالي أحمد هنال قابل والدتها من 25 سنة في المطار بصدفة مع أفته وطلب يتصور معها زي أي معجب ونشرت بنت النجمة السورية وكتبت عليها سنة 1968 اتقابل توأم روحي مع موتي في المطار وطلب يتصور معها وما كانش يعرف إن فنانته مفضلة هتبقى واحدة من عيلته هو ده القدر حقيقي معجزة شام الزهبي من موليد 1992 في دمشق وإجابتها الفنانة السورية أصالة من الزوجها الأول أيمن الزهبي وعندها أخ شقيق اسمه خالد ده غير إخوانها التوأم آدم وعلي من الزوج أصالة الثاني المخرج طارئ العريان واللي فصلت عنه النجمة السورية سنة 2020 طحيح إن شايم جزرها سورية لكن حياتها كلها تقريبا قضتها في مصر فبعد ما استقرت أصالة في القاهرة عايش ولادها معاها وكملوا دراستهم فيها واتخرجت شايم من الجامعة الأمريكية وعملت ماجستير في التركيبات الكيميائية ونظرا لتفوقها الدراسي جت لها منح الدكتوراه من جامعة كامبريج البريطانية وفعلا سفرت ورجعت بعد سنة واحدة بس وقررت تكمل رسالتها في مصر لأنها مقدرتش تعيش برا وتبعد عن والدتها وإخوتها وفي 2019 اقتحمت مجال البزنس وأسست مركز تجميلي بالقاهرة للعناية بالبشرة وحاليا تعد واحدة من المؤسسات على السوشيال ميديا في مجال التجميل